بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعينه أمينا عاما للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أكد مع الشيخ علي بن خليفة الخليفة الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بأن هذه الثقة الملكية الغالية ستكون حافزا لتقديم المزيد من البذل والعطاء للإسهام في رقي وتطوير عمل المؤسسة هذا وأكد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية معاهدته لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ببذل الجهد ومواصلة العمل بكل جدد واجتهاد لخدمة المملكة في قذل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وما تلقاه المؤسسة من دعم كبير من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمز الخليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله لتنفيذ المهام المناطة بها بإشراف من قبل اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب هذا وأعرب معاليها نعتزازه بالثقة الملكية الغالية وتشرفه بالعمل تحت قيادة اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم لتقديم العمل الإنساني وخدمة الأيتام والأرامل والمحتاجين في مملكتنا الغالية ودعم الشعوب والدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف الإنسانية التي يتعرضون لها كما أشهد معالي الشيخ علي بن خليفة الخليفة بجهود الدكتور مصطفى السيد نائب رئيس مجلس الأمناء في تنفيذ التوجيهات الملكية الكريمة لخدمة ورعاية الأيتام والأرامل والمحتاجين البحرينيين والعمل على دعم الشعوب والدول الشقيقة والصديقة في الأزمات الإنسانية التي يتعرضون لها ترجمة نانسي قنقر